عندنا طبعا معايير لازم نقولهم وعشان كده لما رجعنا لحضراتكم لازم نذكركم ان احنا كنا مهتمين بمعايير تتعلق بمسألة النزاهة المعايير بمسألة النزاهة اول معيار عندنا لنربي اولادنا عليه ونعلمه لنا عدم التراخي في القيام بالواجبات والسرعة في ده وكمان حفظ امانة الاقوال والافعال وذكرنا كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لا ايمانة لمن لا امانة لا وازاي حضرة النبي كان بيكرر ده دائما في كل خطبة كمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نحط كل واحد في مكان وهي دي النزاع وعشان كده اذا وستدى الامر الى غير اهلي فانتظر الساعة نشوف كمان ان احنا كمان لازم نقف امام ادعاء المعرفة وان حد يتكلم في حاجة وهو ليس اهلا لها او يتصدر وهو غير مؤهل او غير متعلم انا طبعا باعتبار بيشتغل في مهنة الافتاء ايه اللي حاصل بيشتغل في صنعة الافتاء طبعا بعاني الامرين من الناس اللي قاعدين يفتوا صبح ومساء واحنا عندنا مية وعشرة مليون مفتي ومية وعشرة مليون محلل كل ده مش من النزاهة كمان من النزاهة اللي احنا نقيس نفسنا لما نحط نفسنا على المعايير دي ونقدر نقيسها الحفاظ على الممتلكات العامة محدش يهدر المال العام باعتبار انه هو مال ملوش صاحب لا يا سيدي المال اللي انت بتعتبره ملوش صاحب هذا ملكي لله الاموال العامة ده ملكي لله ولذلك كانوا دايما يعتبروا ان ما كان لله يوزع على الفقراء وكأنه فيه ارتباط رايح جاي ما بين المجتمع وما بين حق الله وما بين حق الله والمجتمع ولذلك ما كان من حق المجتمع فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يراقب عليه هو الذي لابد ان الناس تتنزه عن التعدي عليه كمان معيار الاخير هو معيار حب الوطن ورعاية مصالح هذا الكيان هذا الامر ده ولذلك اللي احنا شفناه لما كان الناس واحنا متكلم عن الانتصارات وتكريم الانتصارات احنا متكرم ناس نزيهة ناس تنزهت من الأغراط الشخصية واعلت من حب الوطن وخلته قيمة عليا وعشان كده نالوا اعلى المقامات عشان نزاهتهم فمن كتر نزاهتهم عاشوا ولو حتى بعد انتقالهم من حياتنا دي اذا بصنا للنزاهة هنجد النزاهة حق غريبة اوي لها اثار عجيبة وده ممكن نشوفه لما نتكلم عن المنزهون الشهداء الشهداء المنزهون نشوف ان النزاهة بتحمي الفرض والمجتمع من سريان الفساد فيه ولذلك من اهم حصون المجتمع والافراد من الفساد النزاهة النزاهة كمان بتساعد ان الخير ينمو ويزيد ويزيد للفرض زي ما بيزيد للكمان للمجتمع ويبقى كمان يكون بدوره بامانة واخلاص كل واحد كل واحد في المجتمع يقوم بدوره باخلاص وباتقان فيبقى اساس تقدم المجتمعات نزاهة افرادها ويبقى ايه اللي حاصل يبقى النزاهة دافعة لعجلة التنمية مش النزاهة امر سلبي لأن نزاهة من اكتر الاشياء اللي بتدفع عجلة التنمية النزاهة كمان بتحمل الادرار ولذلك ايه لي خليني اقفى من النزاهة بتدفع عجلة التنمية وتحافظ على المجتمع وبتحمل وبتحمل مجتمع من الادرار حديث الرسول الله صلى من غشانا فليس من ليه اذا ما كانتش عنده نزاهة بيدمرنا كلنا بيئزينا بيوجعنا بيفسد علينا حياتنا ولذلك حضرت النبي قال من غشنا فليس مننا ليس مننا اي من مجتمعنا فلذلك الغش والفساد بيقضي على جامعية المجتمع واي حاجة تحاول ان هي تشق المجتمع فينوع من انواع عدم النزاهة يبقى النزاهة بتحميه بتحمينا من الادرار اللي ممكن تحصل من الناس غير المؤهلين النزاهة ايضا فيها حفظ للنفس وكرمتها وحفظ الحقوق الانسان النزاهة كمان بتفتح للانسان باب من ابواب السلام النفسي والرضا الانسان اللي بيعيش بقيمة النزاهة بيحيا بيقين دوام النظر الله اليه ودي حاجة مهمة جدا 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 هنعمل ايه في الناس اللي بيخونوا الامانات في الدرة واحدة متجوزة واحد عشان هو متدين او عشان هو كويس وفجأة تكتشف ان هو عنده سكندلغ عنده حياة تانية ايه اللي حاصل او ان رب اولادنا على الرعب والخوف فالاولاد يبقى عندهم حياة تانية يعملوا الحاجات كل الحاجات والمساوئ من ورانا عارفين ليه عشان احنا ما تعملناش معهم بنزاهة ما تعملناش بعمهم بمباشرة تعملنا معهم بان احنا عندنا اجندة تانية ومع ان احنا ربناهم على ان النزاهة هي تحس ان ربنا يديم النظر اليك وان انت تحت سلطان قوله تعالى وقل اعملوا فساء الله وعملكم ورسوله والمؤمنون ان الانسان الله نظر الى قلبه ان الله لا ينظر الى اسواركم واكسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم خلاص الانسان هيبقى نزيه ساعت الانسان النزيه على فكرة اكثر الناس نخولا على الله من باب الحياء وشوفوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع سيدنا عثمان عمله منزلة خاصة وتعامل خاص فقال كيف لا استحم الرجل تستحمينه الملائكة الراجل النزيه هتستحمينه الملائكة لانه هو تيقن اللي هو في محل نظر الله سبحانه وتعالى نعمل ايه طيب عشان نخلي اولادنا دايما ونخلينا احنا كمان في حالة حب واقبال على النزاه في كتير من الناس بيستكسروا النزاه ويقولوا النزاه دي شيء صعب جدا وما نقدرش نعيشه في حياتنا في ظل هذه الاشياء الفاسدة اللي حوالينا فحنمش نقدر نعيش بهذه النزاه اقول لهم لا تعالوا نبتدي مع الاطفال نحكي للاطفال عن قصص حياة الناس الامينة اللي اتصفت بالنزاه وازاي ان هما وصلوا لده ونتناقش معهم حوالين اعمال عملت كده وممكن نتناقش معهم حتى في اعمال فنية ازاي ان النزاهة نجت اصحابها من الضياع وازاي هما كانوا موصفين بالنزاهة وازاي النزاهة اخرجتهم من الضياع وكانت سبب من اسباب نجاتهم وان صفات النزيه هي صفات بتجي على الانسان اكثر راحة وما بيشعرش بان هو عنده شيء من الضياع وشيء من التيه لان كل الامور بتبقى واضح عنده مسئوليته وامنته واخلاصه مفيش منع كمان وده اجراء مهمة جدا جدا نعمل مع اولادنا ان احنا نخصص لكل ولد من اولادنا مسئولية في البيت يقوم بيها وتكون مناسبة لميوله وقدراته ونشجعهم على ده ونشكرهم عليه ونساعدهم ان هما يخرجوا اجمل ما فيهم لان كل ما الواحد تعاود ان هو يخرج اجمل ما فيه كان ده حصن ان يصل اليه قبح الفساد فعلموا اولادكم ان يكون عندهم نزاهة بان هما يخرجوا احسن ما فيهم اخر اجراء وانا شايفه اجراء مهمة جدا جدا ان اولادنا عايكونوا في حالة نزاهة لما احنا طول الوقت نكون متعاونين على ان احنا دايما نقيم تصرفاتنا مفيش مانع ان احنا يكون لنا قعدة كل شهر من قيم تصرفاتنا ونقترح اقتراحات何 زيهة تنزه البيت عارفين انت نزه البيت يعني ماذا يعني تخليته تخليته ماذا من كل قبيح ويبقى ايه تاني وتحليته بكل مليح احنا محتاجين نخلي نخلي بيوتنا من كل قبيح هل في حاعث ما فيساد اسري ا بقى احنا محتاجين ان احنا نتخلص من الفساد المشكلات الاسرية المتروكة عشان تتراكم وتزيد وتسيء إلى البيت دي نوع من أنواع الفساد الأسري احنا عايزين نقاوم الفساد ده عايزين نخلي بيوتنا نزيهة يعني متألقة مليانة بالجمال وعشان كده احنا محتاجين نعمل جلسة كل أسبوع مع أولادنا نتكلم فيها ازاي بيتنا يبقى نزيه من الأخطاء ولو حد عمل أخطاء ازاي كل واحد فينا ممكن يساعد الآخر انه يتخلص من أخطاء لو حصل ده مش هلما محتاجين لانتقاد ولا محتاجين ندوس على بعض لأن ساعتها البيت هيكون نزيه فهيكون أمين وهيكون جميل يا رب الهيمنا النزاهة يا رب الهيمنا النزاهة وجهالنا دائما من أهل النزاهة ومن أهل الفضل ومن أهل الكرم يا رب العالمين